ما هكذا تورد الإبل ماش هكذا الحكم ماش هكذا الحكم ماش روجي هكذا هذا ماش حكم ترتيب الأول تخرجي على أفريا هكذا صاح المواطن عبد الله العفيف بحرقة بعد أن طردت اللجان الحوثية ابنه محمد من أحدى مدارس منطقة حزيز جنوب صنعاء لعجزه دفع جباية مالية لميليشي الحوثية تحت مسمى مشاركة مجتمعية محمد طالب متميز حصل على المراكز الأولى في المدرسة إلا أن ميليشي الحوثية المدعومة من إيران طردته من المدرسة بسبب الجبايات التي تفرض على الطلاب لتمويل أنشطتها الفكرية الطائفية وعملياتها القتالية ضد أبناء الشعب اليمني كثير من الطلاب طردوا من المدارس كما طرد محمد وآخرون توقفوا عن التعليم وذهبوا إلى العمالة لإعادة أسرهم المطحونة من الحرب التي أشعلتها العصابات الحوثية نتيجة الممارسات والبطش الحوثي في المدارس الميليشيات الحوثية فرضت جبايات على المدارس الواقعة في نطاق سيطرتها تحت مسميات مختلفة أبرزها ما أسمته بالمشاركة المجتمعية لتزويد قياداتها وعناصرها المسلحة بالمال والسلاح لتواصل حربها على اليمنيين هكذا هو الحال في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشي الحوثية بعد أن دمرت المدارس وحولتها إلى معسكرات وقطعت رواتب المعلمين إلى جانب الأنشطة الطائفية وغسل عقول الأطفال وتفخيخ عقولهم وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال لم تكتفي بذلك الميليشيات الحوثية بل وصل بها الأمر إلى فصل وترد الطلاب من المدارس لعدم مقدرتهم دفع جبايات لها إلا أن هذا البطش الحوثي سيولد نزعة ثورية لدى المواطنين تقضي على جباروت الميليشيا كما انفجر المواطن أبو محمد بعد أن طريد ابنه من المدرسة لعدم مقدرته دفع ألف ريال جباية للميليشيا خلاص طبعا أنا أخرج بثورة قلت وقال الإمام على ابن أبي طالب ما عجبت من يجد القوة يومه كيف لا أخرج شهر يوم شيف بان أخرج شهر يوم